أنا مش تهديد لأي إشي كفلسطينية أنا طالبة طبيعية بدي أروح أتعلم عشان هقدر أبني مستقبلي وأبني بلدي اسمي ميرال عبدين عايشة في القوتس بس بدرس عمارة في جامعة بيرزيت المسافة من القوتس لبيرزيت 13 ميل بس بتاخد الوقت لحطة نقدر نمرأ كل هاي المسافة زي ساعتين وهذا السبب أنه في حاجز قولاندية وفيه كمان الجدار العنصري أنا من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل طريقة بتاخدني من بلدي بيت أمر لأوصل جامعتي بيرزيت حوالي ساعتين بسبب وجود حواجز خلال طريقي كمان على مدخل بلدة بيت أمر في برج عسكري وبوابة هذه البوابة أحيانا تتسكر وبنصبوا عليها حاجز لما يكون في مواجهات وأحداث معينة مرات بندرب غاز مرات بيصير مواجهات بس بغض النظر كل هذا مش مهم في الآخر احنا عم نشتغل عشان بلدنا وهذا يعني نوع احنا عم ندافع عن بلدنا وحشان نبنيها أنا أحنا نفتح بلدنا وحشان نبنيه وحشان نبنيه أخير مدينة لأحد ما يأتي من مدينة في ملدنا أحد في مدينة، بلدنا، بلدنا، بلدنا هذا المنظر، نحن نجد إلى مدينة معينة في المدينة لكننا لم يكن لدينا بلاد من المدينة و المدينة للتقنية ستطلقنا. علينا أن نتمنى، ولكنه أبداً لأنها سيكون لدينا لأنني لا يمكنني التطور على المساعدة للمساعدة من ميزرين وأنا سأخذهم إلى مكان أخرى. هنا في المنطقة البيولوجيا كنا كانت هناك مطلوبة مهتمة من أمام المنطقة الذي تعلمه بأكولوجيا كانت مطلوبة كما يمكنني تقليل وقال نظر نشارك في المواد المستقبل وننتقلنا لدى كثير من المنزل لتنظر هذا المستقبل كل ما علينا أن نسخة الاشرائيين يتجمع قبل أنه يتجمع ونحن نحن المستقبل ينظر بأن المستقبل في البتيل وعلى من المقارب من هنا ولكن المرحلة لقد فعلت من المتطور لسبب من المتحكين من التحقيق هذا هو حرار من الناس الذين يحاولون أن تعمل وفعل شيئا جزيلا. نحن نقضي جميع المستقبلين، جميع المستقبلين، جميع المستقبلين الذين يجبون أن يفعلون الكثير من العمل على المستقبلين والمستقبلين، ولكن نحن نفسه في نفسنا كل موقع. اشتركوا في القناة